اشتركوا في القناة رحب مجلس الوزراء بنتاج زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة إلى المملكة العربية السعودية يوم الاثنين الماضي وبالمباحثات التي أجراها جلالته رعاه الله مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا المجلس بأهمية هذه الزيارة المعبرة في توقيتها والكبيرة في مضمونها والناجحة في أهدافها والتي جاءت مخرجاتها على صعيد التشاور والتنسيق لتؤكد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توفير الخدمات وإنشاء المرافق اللازمة وإتمامها بمدينة خليفة كشبكة الصرف الصحي والعمل على إنشاء أسواق تجارية ودراسة إنشاء مدرسة نموذجية للبنين تضم المراحل التعليمية الثلاث وكلف سموه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بدراسة ومتابعة ذلك مع الوزرات ذات العلاقة والاختصاص إلى جانب ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى زيادة العمل على تأهيل خريجي الحقوق ومضاعفة أعداد المتدربين منهم في معهد الدراسات القضائية والقانونية كما وجه سموه إلى زيادة أعداد المتدربين من خريجي الحقوق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتأهيلهم وسرعة دمجهم في المجالات التي تكفل استقطابهم في سوق العمل بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في الاستغناء عن استخدام الكباء كصفوف في المدارس وإحلال المباني الأكاديمية محلها وذلك حرصا على تهيئة المكان والبيئة المناسبة للتعليم وكلف سموه وزارة التربية والتعليم والوزارات ذات العلاقة والاختصاص برفع خطة شاملة تتضمن البدائل المقترحة وتوقيت تنفيذها وتمويلها وفي إطار ذي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير البيئة المدرسية بما يكفل الاستفادة من المباني الدراسية في الأنشطة ذات الطابع الرياضي والشبابي بعد ساعات الدوام المدرسي ووفق ضوابط محددة وكلف سموه اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بمتابعة ذلك بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي أولا وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على عدد من مشاريع المراسيم بقوانين وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدارها وتصب هذه المشاريع في تطوير سير العمل في المحاكم وأداء المنظومة القضائية وبعض أنظمة الخدمة المدنية ثانيا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بقانون رقم 64 لسنة 2006 ويهدف التعديل إلى مواكبة القانون الحالي لأفضل الممارسات الدولية والتشرعية في مجال الخدمات المالية والرقابة عليها من أجل حماية أفضل لعملاء المؤسسات المالية وترتكز التعديلات على توفير التقطية القانونية للتعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتضمينه توصيات صندوق النقد الدولي بشأن الإجراءات التحوطية ضد الأزمات المالية وتعزيز النصوص الخاصة بالرقابة على المؤسسات الخاضعة لرقابة المصرف وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشرعية وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية والتي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة ثالثا وفق المجلس على مشروع قرار يعدل القرار رقم خمسين لسنة الفين وخمسة عشر بإنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي وذلك بإضافة اختصاصات جديدة للجنة وممثلين جدد إلى عضويتها وذلك على النحو الوارد في توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية والتي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة رابعا بحث مجلس الوزراء مشروع مذكرة تفاهم قدمه معالي وزير الداخلية للتعاون في مجال الأمن الداخلي بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين ووزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية لتحل محل مذكرة التفاهم الموقع بين الطرفين عام 2007 وستشتمل مذكرة التفاهم الجديد على التعاون بين الجانبين في عدة مجالات أمنية كالأمن السبراني وتبادل المعلومات حول حماية المطارات وفي مجال الجمارك وغيرها وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية خامسا استعرض مجلس الوزراء نتائج معارض التوظيف التي نظمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام 2019 والبالغ عددها أربعة معارض وتم توظيف 1225 من الباحثين عن عمل خلال فترة إقامتها يشكلون حوالي 11% ممن تم توظيفهم من البحرينيين في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي والذين يزيد عددهم عن 11500 باحث عن عمل فيما عرضت خلال المعارض التي أقيمت في النصف الأول من هذا العام ممجموعه 2600 وظيفة شاغرة ويأتي ذلك في إطار متابعة توجيهات وقرارات مجلس الوزراء في مجال إطلاق البرامج والمشروعات الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين وقد جاء ذلك في ضوء المذكرة التي عرضها سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سادسا بحث مجلس الوزراء نقل تبعية عدد من الأندية من مضلة وزارة شؤون الشباب والرياضة لعدم توافق أعمالها وأنشطتها على أرض الواقع مع الأنشطة والغيات التي ترمي إليها وزارة شؤون الشباب والرياضة في المجال الرياضي والشبابي حيث قرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية سابعا وفق مجلس الوزراء على ردود الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة الأول حول إنشاء برنامج وطني للتخصصات الطبية والثاني بشأن ضم الأقارب الذين يرعون أشخاص مصابين بالتوحد الشديد إلى القرار رقم ثمانين لسنة الفين وثمانية عشر بشأن شروط وضوابط منح ساعتين راحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصا ذا إعاقة والثالث بشأن مركز شبابي في منطقة وادي سيل بالمحافظة الجنوبية وفي بند تقارير الوزارية أخذ المجلس علما بنتائج المشاركة في الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال مؤخرا من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزير المواصلات والاتصالات